موسيقى غادرت نحو سبعين عائلة من سكان مناطق محافظة دير الزور مخيم الهول شمى شرق سوريا عائدين إلى مناطقهم بعد اجتماعا بين القائد العام لقوة سوريا الديمقراطية مظلوم عبده والشيوخ ووجهاء قبائل وعشائر دير الزور غادرت نحو سبعين عائلة من أهالي مناطق دير الزور مخيم الهول بريف الحسك شمال شرق سوريا وكالة هاور السورية قالت إن هذه الدفعة التي تعد الأولى من أهالي شمال وشرق سوريا التي تغادر مخيم الهول منذ مطلع العام الجاري تشمل 254 شخصا ضمن 69 عائلة جرت إعادتهم إلى مناطقهم بكفالة الشيوخ ووجهاء العشائر لكي يتم دمجهم بالمجتمع وعملية إفراغ مخيم الهول من العائلات السورية تأتي ضمن مبادرة أطلقها مجلس سوريا الديمقراطية بالتنسيق مع الشيوخ ووجهاء العشائر في شمال وشرق سوريا عام 2021 وقد جرت تنسيق بين قسد ووجهاء العشائر لهذه الدفعات التي تم تأجيلها مرات عديدة بسبب الأوضاع الأمنية في دير الزور وأسباب أخرى لوجستية وإدارية وعلى غيرار إخراج عشرات العوائل من ريفي الرقة والحسكة من مخيم الهول في السنوات السابقة أوضحت القيادة العامة لقوات سوريا الديمقراطية أن دفعات أخرى ستخرج من المخيم بعد هذه الدفعة وفقاً لمجر الاتفاق عليه مع الشيوخ ووجهاء القبائل والعشائر في ريفي دير الزور وبحسب أحصائيات أممية يضم مخيم الهول أكثر من 43 ألف شخص بين نازحين السوريين ولاجئين عراقيين وعوائل عناصر تنظيم داعش الإرهابي وسط تحذيرات من المخاطر الكبيرة التي يشكلها المخيم على المنطقة والعالم ينضم إلينا من شمال شرق سوريا الدكتور محمد عبد الحميد الخلوف سياسي مستقل أهلا بك دكتور محمد إذن خروج 69 عائلة من أهالي دير الزور من مخيم الهول بعدما تعهدت قيادة قصد بذلك الوجه لشيوخ ووجهاء العشائر برأيك هكذا خطوة إلى أي درجة هي مهمة لترسيخ السلم المجتمعي والتعاون بين الجهة العسكرية وجهة مدنية عشائرية نعم أولا مخيم الهول هو أحد الإفرازات السلبية لما يحدث في سوريا منذ 13 سنة منذ تالية وصارت ظاهرة أن يكون السوري لاجئا داخل الأرض السورية بالتأكيد مخيم الهول هو نتيجة للظروف الأمنية التي تطلب أن تكون السلطات الأمنية في المنطقة مسيطرة على الوضع بشكل عام بحيث أن لا تتسل العوائل المدنية حصل ما حصل وكان الكثير من أهالي دير الزور في مخيم الهول ومنهم مدنيون لا علاقة لهم بتنظيم علما أن أعواء للتنظيم هي معروفة في المخيم وهي محصورة من قبل القيادات الأمنية في السنوات الأخيرة ونتيجة الأحداث المتلاحقة في دير الزور حيث تشكل بؤرة مزعجة للإدارة الذاتية إذا صح التعبير فإن الإدارة الذاتية تحاول من خلال عدد من الخطوات من تقديم ما يمكن تسميته إراحة الناس أو عوامل إيجابية أو مطلبات الشارع منها العوامل الاقتصادية منها العوامل الأمنية منها التغيير في القيادات الفاسدة على مستوى المجالس المحلية والبلديات في دير الزور وأكيد أحد هذه الأهم العوائل هو إخراج عوائل من دير الزور تسكن في مخيم الهول والآن تمت هذه الخطوة اليوم بعد تأخر لمدة ثلاث دار دام لمدة ثلاث سنوات وتم إخراج حوالي 70 عائلة 254 فرد بمعدل 3 إلى 4 أفراد من كل عائلة وهو رقم جيد بالخطوة الأولى رقم جيد هنا أود أن أستوضح منك نقطة دكتور محمد كأن حضرتك فصلت أن هؤلاء ليسوا من عائلات داعش هم مدنيين لا تربطوا مع علاقة بعناصر داعش أنا فصلت بين عوائل داعش الأجانب لأن كنت أعمل في الأمم المتحدة في اليونسيب فهناك عوائل أجنبية للدواعش علما أن الدواعش كان فيه منهم سوريين مع الأسف شديد كان كثير من أبناء المنطقة يعملون في صفوف داعش وبالتالي نعم بعض العوائل هي عوائل لأبناء هم معاملوا في التنظيم الإرهابي لكن الكثير من عوائل هي عوائل مدنية ليس لعلاقة بداعش دكتور محمد هكذا عمليات بإخراج عائلات منهم ربما تعود لأزواجهم من عناصر تنظيم داعش أو آباء الأطفال ربما تشكل أيضا تهديدا للسلم أهلي في مناطق التي خرجوا إليها نتحدث عن كفالات شيوخ ووجهاء العشائر برأيك هل ذلك كافيا أو ربما فعلا تسفر عن هذه العمليات عن تهديد أمني لاحقا مع الأسف شديد أن القضاء على التنظيم من ناحية الفكرية لا يزال بعيد بمنال ورغم الجهود المبدولة التي يبدوها التحالف الدولي الجهود التي يبدوها المتد والمتد والمنظمات العاملة ورغم كل الجهود إلى أن الفكر لا زال موجود عند العوائل في التنظيم الإرهابي لذلك الكثير من أبناء هؤلاء الدواعش والذين نشأوا في المخيم في مخيمات الهول لم تصل لهم دراسات أو أبحاث أو أي شيء أو تعليمات بحيث أن تبين لهم بأن هذا الفكر هو فكر ظلاني هو فكر هدام هو فكر معادل للإنسانية هو فكر لا يمت إلى الأخلاق بصلة وإنما تركوا عشوائيا بالتأكيد إخراجهم بشكل عشوائي هو بشكل خطر رغم كفالات الشيوخ الموجودة والوجهاء الموجودين في المنطقة وهذه الخطوة كان لابد منها قصد تخرج هذه العوائل بالتأكيد يجب أن تعرف قصد إلى أين تذهب هذه العوائل تخرج هذه العوائل بأسماء بعض العوائل خرجت بكفالة الشيخ في المنطقة الفلانية بمعنى أنه لو حدث في يوم من الأيام اختراق من قبل هذه العائلة فأن الشيخ سيكون مسؤول وبالتالي نوعا ما نوعا من الأسئولية يخفف من حدة الأخطار التي ستحصل لاحقا لكن مع هذا وذاك لا يزال التنظيم نشط ولا يزال الأخطار محدقة لكن الخطوة جيدة جدا وممتازة وتخفف من الاحتقان الشعبي عند الأهالي كانت هذه الدفعة الأولى لهذا العام نتحدث من أهالي دير الزور كان هناك خطوات صابقة قبل عامين أو ثلاثة أيضا تم إخراج عائلات سورية من الرقة ومن بيجو وحتى من دير الزور لماذا توقفت عملية إخراج أهالي دير الزور خلال هذه الفترة واليوم عادت أكثر من 2020 كان هناك بعض القوانين وبعض حالات المشابهة لما يجري الآن من إخراج العوائل وفق برامج محددة تشرف عليها مقوات سوريا الديمقراطية ومن سوريا الديمقراطية وخرجت حينئذ الكثير من العوائل والتي تتبع مناطق في الإدارة الذاتية بعض العوائل التي تنتمي إلى الداخل السوري لن يحدث هناك كفالات حيث أن الشيوخ خارج سيطرت الإدارة الذاتية هذا أولاً ثانياً يجب أن لا ننسى بأن بعض العوائل أصرت على البقاء في بخيم الهول طواعية هذا عام يخفل عنه الكثير بعض العوائل أصرت رغم الحوامل الجوية السيئة الخيمة التي يعيشون فيها أمر لافت لماذا تريد هذه العائلات البقاء في المخيم؟ البقاء في المخيم يقبل لهذه العوائل الحد الأدنى من التأمين المعاشي بعض العوائل تعيش خارج سيطرة الإدارة الذاتية في مناطق لا تزال هناك فيها حروب في مناطق لا تزال هناك تنظيمات إرهابية عاملة فيها في مناطق ليست آمنة في مناطق مهجورة ليست مخدمة في الداخل السوري بمعنى أن هذه العوائل ترى أن هذه الخيمة التي تعيش فيها في مخيم الهول مع المساعدات العينية والمادية حتى على قلتها لنقول أنها ليست من شكل جيد ولكن دون جيد لكنها تبقى تؤمن لقمة عيش بهذه العوائل وإذا ما توفر لهذه العائلة نوع من التحويل المالي لأحد أبنائها في الخارج فإنها ترى بأن هذا الوضع إن لم نقول جيد فهو وضع مقبول أحسن من العيش في أماكن غير آمنة هذا أولا ثانيا إذا خرجت فإنها ربما لا تستطيع العودة إلى بيوتها خارج مناطق سيطرة الإدارة الذاتية وبالتالي لا تستطيع دفع الإجارات والعيش بتكاليف الحياة الغالية التي تعيشها المواطن العادي إذن بعض العوائل حسبتها من الناحية الأمنية ومن ناحية المادية وبالتالي قررت البقاء في مخيم الهول وهذه ظاهرة حقيقية موجودة دكتور محمد قبل عامين أو ثلاثة ربما عام 2020 قالت قصد حينها بأن لن تدع أي عائلة سورية في مخيم الهول وهناك تحرك أيضا من العام الماضي بدأ العراق وتعهد بإخراج كافة العراقيين من مخيم الهول يعني قبل ثلاث سنوات ربما أو أكثر كان عدد قاتل مخيم الهول تقريبا لثلاثة وسبعين ألف شخص اليوم نتحدث عن تحت الخمسين ألف سبعة وربعين أو ثمانة وربعين ألف شخص إذن الهدف لإفراغ مخيم الهول هو جار إلى أي باعتقادك هل ستم تحقيق هذا الهدف بإفراغه كاملا وأغلاقه مخيم الهول للعلم لم ينشأ خلال أحد قصد وأن ما أنشئ من حوالي ثلاثين سنة أبان الأزمة العراقية في تسعينيات القرن الماضي وكان في حوالي أعتقد عشرة ألاف ناش ألف مواطن كانوا يسكنون ولكن ما حصل في الأزمة السورية وتداعياتها في الشرق السوري وظهور التنظيمات الإرهابية أدى إلى نزوح العدد كبير من العوائل وبالتالي وصل مخيم الهول إلى هذه الأعداد لذكرتها حوالي ثلاثة وسبعين ألف نسمة تتغير الأحوال من عام إلى آخر من شهر إلى آخر وبالتالي تتغير مواقف الدول ومواقف الأسر لتقطم في مخيم الهول العراق الآن بلش ببدأ في الفترة الأخيرة يستقطب أو يحاول إعادة مواطنيه وهم عدد ليسوا بقليل أعتقد حوالي 25 ألف نسمة إلى 30 ألف نسمة هم من العراقين أعتقد أنهم الأقام المتخني وهو يحاول إعادة أكبر عدد العوائل السورية التي تقع ضمن مناطق سيطرة سوريا الديمقراطية الكثير منها خرج بعض العوائل من الداخل السوري تم إخراجها بطريقة بطرق ما بكفلات بعض الشيوخ الذين يعيشون في المنطقة الوصول إلى لحظة إفراغ مخيم الهول أعتقد أنها بعيدة يعني لا نتوقع بأنه خلال هذا العام أو العام القادم سوف نصل رغم أن بعض الدول أيضا بدأت تستقطب مواطنيه ولكن الأعداد قليلة نتحدث عن 50 فرد 100 فرد 200 فرد وهذه كل أعداد قليلة لا تشكل شيء بالنسبة إلى مدينة الآن أنت تتحدث عن 50 ألف نسمة هذه مدينة كبيرة حقيقة الوصول إلى أفراغ مخيم الهول هو بعيد حقيقة طيب دكتور محمد إخراج عائلات من أهالي دير الزور إلى مناطقهم بكفالات شيوخ العشائر وأيضا تقديم خدمات تعهدت بها لدارة ذاتية وقصد لشيوخ العشائر وكذلك الوضع الأمني ومحاربة الفاسدين مع اعتقادك هل تسهم في الحد من هجمات فصائل تتبع لبعض العناصر أو لبعض العشائر تدعمها قوات الحكومة السورية والحارس الثوري من الضفة الغربية لإنهار الفرات العوامل التي ذكرتها وعدتها أصداد منها إخراج هذه العوائل منها تقديم الخدمات منها الخدمات في المجلس المدني إبعاد الفاسدين كلها عوامل تؤدي إلى كسب رضى الشارع وبالتالي تأثنين حاضنة اجتماعية مجتمعية لقصد في مناطق دير الزور وهي مناطق الأكثر سخونة حالية لا أقول أنها تقضي على ظاهرة الحرب الموجودة والهجمات التي تعرضت لها المنطقة من خارج مغرب الفرات أقصد من الميليشيات والفصائل الأخرى لكن تؤدي إلى إحداث نوع من التعاون بين المواطنين وبين الإدارة العسكرية والمسؤولين العسكريين في دير الزور من قصد أقصد وبالتالي تأمين معلومات استخباراتية مهمة عن تحركات عن وصول شخصيات أجنبية عن مقاتلين أجانب عن تحركات عن محاولات تفجير وبالتالي نحتاج إلى جهد حقيقة جهد كبير تعاون كبير بين الأهالي بين القيادة في قصد ومسد المجلس التنفيذي البلدات المجالس المحلية بحيث أن يقوم كل بدوره المجالس التنفيذي يقوم بتأمين الخدمات حد المقبول إخراج هذه العوائل لا بشمل العوائل لما بينها تحتاج إلى عمل كبير وجهد جبار تحتاج لانقاط المنطقة بشكل كامل وخصوصا في دير الزور أشكرك جزيلا الشكر من شمال شرق سوريا الدكتور محمد عبد الحميد الخلوف سياسي مستقل